سيد راشد شو التحسينات اللي قدمتها دولة الإمارات سواء على مجال القوانين والتشريعات اللي ساعدت كذلك في تحقيق هذا المنجز أكيد طبعا بداية الانجازات جدا كبيرة ولكن كان في خطة واضحة للعمل تبعتها الدولة بالاتفاق مع مجموعة العمل الموالي فاتف طبعا هذه كانت مبنية على نهج قائم على المخاطر اللي يسمونه Risk Based Approach يتم تحديد المخاطر الأعلى وبناء عليه يتم تسليط الضوء على الأولوية وتم أخذ المعايير هذه بناء على الأولوية في كل معيار تمسن مجموعة أو حزمة كبيرة من قوانين وتشريعات وتنظم عملية مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة العديد من الجهات في منها المحلية وفي منها الاتحادية والحمد لله تم استكمال كل التوصيات اللي تم الاتفاق فيها بين دولة الإمارات ومجموعة العمل المالي الخمسة عشر والخروج اللهم لك الحمد من القائمة وطبعا الجدير بالذكر هنا يعني نخص بالشكر أكيد سمو الشيخ عبدالله بن زايد أنا نهيان وزير الخارجية ورئيس اللجنة العلية اللي شراف على تغسل الأموال وتمويل الإرهاب لأمانة الجهود اللي بذلها سمو الشيخ عبدالله كانت جدا جبارة وكبيرة في الوصول لهذه المرحلة اللهم لك الحمد